تلاحق تهم الفساد والرشة المبعوثين الأمميين إلى ليبيا فمن فضيحة برناردين ليون التي تكشف تلقيه رشوة مالية من دولة الإمارات المتحدة إلى ارتباطات غسان سلام المالية المشبوهة بنفس الدولة يفتح السؤال مجدداً بشكل واسع عن مدى حياد هؤلاء المبعوثين ومدى تورطهم في تأجيج الصراع الدائر في ليبيا عوضاً عن حله الأمر الذي دع مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان لتقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس طالبة إجراء تحقيق رسمي بخصوص تضارب المصالح وانتهاكات جنائية محتملة للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة حيث طالبت المؤسسة بتكليف مكتب التحقيقات الداخلية ومكتب مكافحة المخدرات والجريمة وأي جهات أخرى ذات اختصاص لدى الأمم المتحدة لإجراء تحقيق رسمي في اتهامها للسيد غسان سلامة بقبول جوائز وهدايا ومنح ومناصب من قبل دولة هي طرف أساسي في الصراع الجاري الآن في ليبيا والذي وكل السيد غسان سلامة بالتوسط فيه بحيادية ونزاهة بحسب ما جاء في رسالة الشكوى مشيرة بذلك لدولة الإمارات المتحدة وصرحت رسالة الشكوى بارتباط غسان سلامة بدولة الإمارات بروابط مالية عديدة كعمله مستشارا خاصا لدى أكاديمية الإمارات الدبلوماسية مشيرة لارتباط هذه الأكاديمية نفسها في فضيحة رشوة المبعوث الاممي الأسبق لدى ليبيا برناردين ليون ذائعة الصيط وجاء في الرسالة اعتماد غسان سلامة على ثلاثة مصارف إماراتية في دعم الصندوق العربي للفنون والثقافة الذي أسسه وعلاقاته الوطيضة بحكام الإمارات وتلقيه جوائز ودعوات للمشاركة في مؤتمرات مرتبطة مباشرة بحكومة الإمارات واتهامات عديدة تذكرها المؤسسة في رسالتها تجعل من غسان سلامة وسيطا غير نزيه في الصراع الدائر في ليبيا لكن غسان سلامة وفي لقاء تلفزيوني على الجزيرة حاولوا على الهواء مباشرة نفي كل هذه الاتهامات بشكل قاطع هل تربطك بأكاديمية الإماراتية الدبلوماسية أي علاقة؟ وبالتالي أنا لست مسؤولا عما حصل طيب أسألكم مباشرة هل تربطك بأكاديمية الإماراتية الدبلوماسية أي علاقة؟ لقد قامت فيها محاضرة كما أقامت محاضرات في قطر وفي تركيا وفي المغرب وفي مصر وفي كل دولة عربية ما قد يجعله متورطا في الكذب والخديعة أيضا أنا لم أخدم